مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم مصفة حاجة قدر روعة وخفيفة ومشبعة كمان وصراحة بتذكركم بالبيتزهات تعرفوا إش هي؟ صلطة الماكرونة بالتونا نفس حقا شفتوا صلطات ببيتزهات نفس الطعم اللي كنا ناكل ببيتزهات الصلطات وكده وصدقوني لديدة وصحاب اللي عملين الرجيم ودايت واشتوا ياكلوا حاجة سريعة ومشبعة هادي أكلها حيوة تنفع لقوع آخر الليل بصراحة إذا حد قوعان آخر الليل هادي ألد وقبة ممكن ياكلوني فعلا أني أجاني الاتصال يعني وقالوا لي ربع ساعة عندنا أوف بس نشتيح حاجة خفيفة ناكل وقتلهم من عيوني هنا أول شي بس لق الماكرونة أخذت نص كوب من الماكرونة صلقتها عادي ماكرونة عادية يفضل إنها تكون صغيرة أصداف يعني كل ما كان صغيرة تطلع أحلى تمام الآن أي خضرة معاكم خضروات في التلاقة طلعوها أنا عندي في الفرومي شوية والله كان من كل شي شوية عندي في الفرومي فرمته ناع يعني مش ناعم مربعات وهنا عندي الملفوف البنفسقي آخر شي كمية عندي وكمان عندي ضفت قزار وخيار الخضار اللي متوفر معاكم اللي أنتم تاكلوا وتحبوا هنا عندي قزار وخيار أنا أفضل بالسلطات إنهم يكونش كتير رفيع القزار والخيار تمام عشان يكون في قرشة زي ما يقولوا عندي شوية من الخس أو ممكن تستغنوا عن الخس بس كون ما ضفتوا قيمة غدائية بالخضار يكون أحلى تمام بالسلطات وعندي كمان شوية من الدرة أني الدرة أشتريها وأسلقها شوية بعدين أفرزنها بالفريزر وعندي زيتون وعندي بصل مفروم ممكن تستغنوا عنه وعندي شوية نصف البتونة كان عندي بالتلاقة والمكارونة اللي صلقتي لازم أخليها تبرد بعد ما تنسلق غسلوها بماء بارد وخلوها تبرد هذه المكونات طبعا تقدروا تضوفوا اللي أنتم حابين زيتون أخضر تضوفوا اللي أنتم تحبوا الآن الصوس عندي مايونيز وعندي فلفل أسود وملح وخل ممكن تضوفوا مخلل خيار إذا عندكم تفرموا ناعم مخلل الخيار وتضوفوه يعني حاجة بسيطة يعطي طعم حلو مخلل الخيار بس أني أضفت كمان من الخل يعني زودت الخل فيه فيطلع طعمه لديد يعني ما عنديش مخلل خيار فأستخدم عادي خل وكمان حتى لو عندي مخلل خيار كمان أضيف الخل عرفتوا يعني أضيف شوية خل وأضيف كمان ملعقة صغيرة سكر تكسر الطعم وحدة الخل يعني تعطي تست أو طعم رهيب للصوس أنتم تقدروا تضوفوا زبادي تقدروا تضوفوا ليمون زيت زيتون بعضهم يضوفوا ماء سلق المكرونة يخلوا الصوس خفيف بس أني شوفوا أتضوق يعني حست الملح ناقص أزود هنا حست أن الخل ناقص زوت زي كده وبعد كده خلاص شوفوا بخلط كل المقادر اللي حطيتها المكرونة والخضار مع بعض تمام أخلطوها طبعا شوفوا كيف التقطيع أنا أحب التقطيع كده لا تخلوش كتير صغير التقطيع حلو أنكم لما تأكلوا السلطة تحسوا فيه قرشة أو يعني تحسواها فرش السلطة لا تحسوا كل دابلة بعد كده بضيف الصوس طبعا الصوس زي ما تحبوا بعضهم يحبونه كتير الصوس بعضهم شوية أنتم ممكن تخلو تضوفوا شوية وتخلووا الصوس على جنب يعني اللي حاب يزيد إذا عندكم يعني اللي إش سمونا صبابات الصوس أو اللي تقدموا فيها الصوسات اللي حاب يزيد بس أني هذي المقدار اللي بكتب لكم إياه بصندوق الوصف جدا حلو يعني ما تحسوش أنه يجب لكم الغطيان الصوس كتير ولا أنه شوية ناشف لا يكون ممتاز الكمية وإنتم بتطعموا إذا أنتم يعني تشتوا صوس زيادة يعني مايناز زيادة أو تشتوا زبادي أو ليمون أو زيت زيتون هذي يعني أنتم إضافة زي ما تحبوها لأنه أنتم اللي بتاكلوا والضوقكم أنتم ما شاء الله الآن الصلطة قهزة دقته كل شي تمام وكمان صديقتي أقات عنده أوف ربع ساعة تقول من الدوام وكمان قبل لي هدية شوفوا ما شاء الله قبل لي صواني صواني فرن تقول أو قد تقدري تقدمي يعني فيها أي حاجة اختارت لي اللون الأزرق لأني أنا أحب واختارت اللون الوردي قالت أني أحب اللون الوردي فقبت كمان الوردي قتل دامي قبتي بقدم لك الصلطة أنا عملت لك صلطة بقدم لك ياه في وانبسطت كتير وكمان عندي صحون نفس اللون الوردي نفس الألوان تبع الصينية يعني الصينية الوردية شوفوا كيف الألوان نفس الصينية اللي قبت لي ياها قد أقدم لك الصلطة فيها وهي مسكينة كانت مستعقلة وماشاء الله بدت أقدم الصلطة وكمان أخذت لزميلته في الدوام من الصلطة إنهاب لو عليها قالت من ألد الصلطات اللي ضاقته يعني خدوا الطريقة وقلتهم الطريقة أكيد بتنزل على القناة تقربوها يعني بقد من ألد الصلطات اللي تنفع في العزايم عندكم بتنفع يعني بتعملوا بوفي تقديمات عشا عندكم عشا يعني تشتوا عشا خفيف مشبعة تخيلوا مكرونة وتونا وصوص فيها يعني مشبعة جدا ممكن تعملوا قنبة سندة وتشات يعني لذيذة لذيذة صدقوني من ألد الصلطات ممكن تقدموا قنبة بيزا كده خفيفة والآن حطتها كده بالصحن الصلطة والله لو شفتوا كيف انبسط بقد أحب اللي يتصل عليها كده ويقول لي أنا قايي كده زيارة خفيفة يعني بشوفيك بس ونفسه ياكل يعني من يدي كيف انبسط معرفتش والله إش أسوي له لكن إن شاء الله مرة تانية يعني يكون أكيد بعمل لي أكل غدا وزي كده أكيد إن شاء الله دامة هي خلاص دوامة قده قنبي قنبيتي يعني وإن شاء الله منعمل لي الأكل اليمني بأنواعه إن شاء الله هي وعدتني أني يوم بتيقي تفطر عندي تمام ونعمل لي كده فطار يمني وما نشوف رأيها إيش هل اللي تاكله في المطعم حل ولا اللي تاكله يعني في البيوت وما نشوف إيش تقييم يعني هنا أكلنا الصلطة حاجة جدا روعة طبعا أني أصرت عليها أني أعمل لي شاه عدني بس قالت لا مع الحر وكانوا ساكن كده على العصرية فطلبت قالت أشتي عصير وأني الصراحة يا بنات ما كانش عندي عصير لكن الحمد لله أنقضني عندي شوية من الفراولة المفرزنة أكياس الفراولة المفرزنة فحطيته في الجق وعملت له كده شوية ملعقتين كبيرة سكر وماء بارد يعني شوية كده حق نسكوب ماء بارد والله وخلطته بالجق تقريبا شوفوا إذا حسيته ثقيل عادي يزوده ماء في الخلاط شوية وإذا حسيته يعني خفيف عادي يزوده كم حباء من الفراولة وكمان السكر مرات الفراولة تكون سويت ما تحتاجش يعني حاليا ما تحتاجش تضوفه سكر ومرات لا تحتاج يعني شوية فأنتم أحس بالتدوق طبعا عقابي العصير وسألني إيش من شركاء استخدم العصير قلت له هذا يعني مقمد ونطحنه وممكن تستخدمي قوافة ومانجا وممكن أنت تفرزني الفواكه فريش على الموسم يعني تحطيه بالفريزر ووقت ما تحبي تعمليها عصير يعني منقضة وحلوة وأنتم قربوها إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم بالعافية لي ولكم